وضع حرج للغاية يمر به الاقتصاد اليمني المنهك بسبب الحرب وانهيار متواصل لقيمة العملة اليمنية وصل معها سعر الدولار الواحد اكثر من 500 ريال يمني وامام هذا كله تحاول الحكومة اليمنية قليلة الحيلة اصلا اتخاذ اجراءات علها تسهم في وقف هذا التدهور حيث اقر البنك المركزي سحب الدفعة الاولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الاساسية باكثر من 20 مليون دولار بالاضافة الى اقرار مجلس البنك المنعقد في عدن اجراءات اخرى من بينها الموافقة على اصدار سندات حكومية ولفترات مختلفة كما اكد البنك التزامه بتغطية الاعتمادات المستوفية للشروط للمواد الاساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار وتشير التقديرات الحكومية الى ان خسائر الناتج المحل اليمن بلغ نحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام 2018 نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة اعوام وكان تقرير اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشراكة مع اليونسيف اشار الى ان خسائر الاقتصاد اليمنى ستتواصل بسبب الحرب ما لم يتم تحييد الاقتصاد عن الصراع وهو الامر الذي لا يبدو انه سيحدث فالواقع يشير الى ان البعد الاقتصادية هو قلب المعركة في اليمن